تجاهر بفحش انا اسمه هذا اسمه تجاهر بفحش واسمه اعتداع الاخليق الحميدة تبقى الفصول ميتين وستة وعشرين وميتين وستة وعشرين مكرم من المجلة الجزائية ويظهر لي كان نقرالك تو كان عنا جاء الوقت احنا معا كان جاء عنا الوقت نقرالك النص بالضبط تو تلقاه حسب رأي الشخص يصير مزير عالي صار لانو انت تقول لي تو الفكرة مسروقة جايبينو من بلاسة كل اللي تحب تحكيهولي نسمعو فيك لكن وقت لي جي انت تبثوا وانت تخرجوا بتل معتها تكتبوا بتلك الطريقة وتبثوا بتلك الطريقة وفي قناة اللي نعرفوها متعشكوا فهذا انا حسب رأي شخصي احمد الغربي واتحمل مسئوليتي فيه انت تدعو الى الفحش وانت تعتدي على الاخليق الحميدة والاداب العامة وتستاهل انو يتم فتح بحث من النيابة العمومية في الموضوع هذو لانو جي تقول لي انت اه قضايا استعجالية به قضايا استعجالية ويمش نمشي انتي اكثر من هذا اكثر من هذا انا نعرف كان غالط صلحولي ما فماش مراقبة قبلية على الاعمال الدرامية في تونس فماش مراقبة قبلية هايكال هايكال تبع معنا وبعد ما تبع انهايته اللي شفته هنا في العوامل الاخرى اني تقول لك مثلا اليادي من اكثر العقوبات ربما في المسلسلات نحكي روا في برامج حكاية اخرى تقول لين اخروه النص اللي معناه وان يا سيدي ما نباعد حكلي اثناش سنين انتي ولا تحذير روا وما يزيمش تشوفوه جمعت اثناش سنين وستاش سنين سنين انا معانتها بالشي اللي صار راك انتي حتى واحدك تحشي ما قليل تتفرش فيه بينك وبين روح تتوجع تتوجع فيش هاركي ما هذية وتقول لي انتي يا اخويا اه اشبيناتنا معانتها انتي يبدلوا وما تحبش تراه لا يا سيدي لا هذية تدخل لديار الناس تدخل لديار الناس وانتي متعمد انك تحط الشي هذيك وتعرف الشي اللي تعمل فيه اذا كن هو اذا كن هو اذا كن هو حبي يوري الواقع المرير في معناه في المؤسسة التربوية زعمش بيه ما ما حكيش على ظهرت العنف اللي صار تقبل ما بين التلميذ على الاستاذ كانت فكروا الحادثة متاع التلميذ اللي اه اه اضرب الاستاذ باللبساتور اللي قسلوا قسلوا يده اذا كن هي النية النية ولا شنوها بيه هي معناه هو اسمع اسمعني بني سيحكي المواحسة بربي جملة جملة علش ما حكيش على الولي اللي اعتاده على الاستاذ يا اروه اسمعك هو ماش يقول لك هو طو كتاب تحكي معهم يقول لك انتم ما ما تفهموش هذا عمل فني وهذي شخصية مش صحيحة وهذي هذي كلام معناه انتم ما تفهموش في الفن ويخيذوكم ممثلين راه يا سيدي ممثلين انا ولدي ولا بنتي عمره احداش ولا ثمانية سنين ولا عشرة سنين يفهمهم هما ممثلين ما يفهمهمش بحل التالب زي انا نمشي درش نعمل نمشي نصلي نمشي نجد نلقاها يتفرش في حاجات كما ذيك واضح اه اه نقطة اه صغيرة بركرة فما عنا تلم ذا تمشي الاف الكيلومترات بيش تخلطوا بعد خلطت فما تصويرها في في فيسبوك انا قادا نحاول نلقا اه ابو التصوير ذيك الطفل اللي يكتب في في دروسه اه تحت البوتوم تعظوا الصغيرات اللي يمشيوا الاف الكيلومترات النساء اللي الصباح تقوم يعلم بها ربي وهي تخمم زا ما يخلط ولدها ولا يتيح في الواد مش اكس هذي تجموش تعمل فيها هذي شوية بداع المعالمين اللي ما يخلصوش ولي يمشي في البرد وفي اللواب وفي الشتي اللي يمشي بش يقرر يقول لك ميسيليش هو يبدأ هو جعان وهو بردين ويقرر يتلم ذا هذو ما ما هوش اكس هذي المدير اللي يجيب من دارو بش يوكل الصغار والسورفايان اللي يقضي من عندو بش يجيب لهم كاسكروتات ساعات كيبديو ما عندهم مش ما يفطروا هذو ما ما هومش ديزاكس حتى هذو مديزاكس فمتعليش ما شوفتهم شنا